السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حصاد الليلة حنكون مع حضراتكم النهاردة بإذن الله لحد الساعة 10 إلى ربع تقريبا كل سنة حضراتكم طيبين عيد الفلاح على الأبواب يوم تسعة تسعة يوم غير تاريخ مصر بالكامل يوم استرد فيه المصريين كرمتهم يوم لأول مرة الفلاح المصري يشعر فيه أنه يستطيع أن يمتلك شيئا طبعا لما بنفتكر هذا اليوم العظيم وقانون الإصلاح الزراعي ونفتكر الأغنية الشهيرة بتاعة فددين خمسة خمس فددين ده اليوم اللي وزع فيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الخمس فددين على فلاحين مصر وكان القرار ده قرار طبعا كله وطنية في هذا الوقت وكان كله يعني نواية طيبة أن الفلاح يستشعر قيمة الأرض اللي امتلكها ويشتغل فيها بنفسه يعني ويشعر أن هو الأول مرة بيمتلك بيته وبقى له قرار ده يعني كان قرار مهم جدا يمكن تبعياته بعد كده أو لوجود يعني إشكاليات في تفاصيل هذا القانون قد هذا القانون بشكل أو بآخر إلا تفتيت الرقعة الزراعية بشكل غير مقصود ولكن لن ننكر أنها كانت لحظة نصر لكرامة المصريين فإن شاء الله بنوعدكم يوم الأربعاء بيوم مفتوح حافل بفقرات كتير جدا هنتذكر فيه هذا الإنجاز العظيم هنتذكر فيه فرحة الفلاح المصري يوم ما امتلك أرضه لأول مرة أعزائنا مشاهدين معي النهاردة خبرين حلوين أوي عايز أنا إيشهم مع حضرتكم أو موضوع طبعا أنتم عارفين في الفترة اللي فاتت كان فيه في صفحات الفيسبوك كلام عن ارتفاع أسعار تجديد رخص القيادة ومش عارف الكشف الطبي بقى بألفين وبتلات تلاف وتسعميات والرقم اللي قول تلات تلاف والألفين ومحدش كان فاهم حاجة ووضح أنه حصل فعلا زيادة فيه أسعار تجديد رخص القيادة ولكن بوشر حضرتكم النهاردة بخبر يعني أنا تابعته بنفسي في موقع صدى البلد بيفيد النهاردة أن حصل يعني زيارة من اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة لمجمع ترخيص القاهرة ويعني تم إقرار تخفيض المبلغ إلى 650 جنيه يعني تجديد رخص القيادة النهاردة حيتكلف علينا 650 جنيه يعني هذا التخفيض أنا بشجعه جدا شكرا لأن فعلا المواطن المصري بحاجة إلى الدعم وخصوصا أن يعني ارتفاع المبلغ بتاع تجديد الترخيص ده يخلي فيه ناس كتير معهاش عربيات بس معها رخص قيادة يعني بيركب عربيت أخوه بيركب عربيت مش عارف إيه واحدة بتركب عربيت جوزها فلما تلاقي رقم كبير تقولتك يعني أجدد لي ما خلاص هو واحد في البيت بيسوقه خلاص فالنهاردة أعتقد أن هذا القرار حكيم جدا هيخلي الناس اللي محتاجة تجدد تروح تجدد الناس اللي حتى ما عندهاش عربيات وعايز تحافظ على رخص القيادة بتاعاتها هتروح تجدد السعر 650 جنيه أعتقد أنه هو سعر عادل وكويس أيضا في هذه المقدمة عايز أتكلم مع حضراتكم على دعم كبير جدا بتقدمه الدولة المصرية لموضوع استبدال الوقود اللي هو البنزين بالغاز الطبيعي في تسهيلات كبيرة جدا النهاردة بتقدمها الشركات الوطنية المصرية عندنا كذا شركة يعني الناس اللي كانت بتتكلم زمان أن هذه الأنظمة لا تصلح للسيارات الحديثة لا النهاردة الشركة ببشر حضراتكم أنها وفرت أنظمة الحقن أو الإنجيكشن متعدد النقاط ده نظام جديد خالص عند شركات الغاز يعني هذا النظام هيبقى بدون مشاكل خالص هذا النظام مش هيبقى يعني هيبقى أوتوماتيك فهو هيبتدي يعني يشغل العربية بوقود البنزين الأول عشان تدفى وعشان تعمل طبقة الكربون اللي تحمي المحرك بعد كده لما بنستخدم مطور عفواً وقود الغاز بتنقل لوحدها أنا سمعت كمان من يعني أحد المهندسين أن هي في بعض السرعات المرتفعة هتبتدى تدخل نسبة بنزين على المطور بحيث أنها هتحافظ عليه يعني إذن كل المشاكل اللي كان بنسمع عنها زمان عن موضوع تركيب أنظمة الغاز وأنها بتبوز المواطير والسيلندرات والبساتم بتتسلخ والمواطير بتفوت كلام ده مش حقيقي ومس صحيح النهاردة العربيات الجديدة بإذن الله هنشوف عدد كبير جدا من العربات الجديدة اللي نزلة هتكون بالغاز الطبيعي أحب أبشركم كمان أن في مبادرة أو هذه يعني القرارات في هذا الموضوع هنبتديها بإن شاء الله ألف أوتوبيس في محافظة القاهرة هتبتدي تشتغل خلاص بالغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بيوفر في نسبة الانبعثات الكربونية بنسبة 86% تقريبا الإحصائيات بتقول أن احنا نقدر يعني المواطن يقدر يوفر حوالي 1200 جنيه في الشهر اللي عايز أقوله لكم برضو من المعلومات اللي جمعتها عن هذا الموضوع أن المتر متر المكعب من الغاز الطبيعي بيمشي العربية مسافة تساوي لتر البنزين شوفونت المتر المكعب بكام ولتر البنزين بكام يمكن أشهر العيوب بتاعت نظام تركيب الغاز أنه هياخد شوية مساحة من الشنطة بتاعت العربية ولكن في نفس الوقت الناس اللي هي يعني بتعمل تعديلات في العربية وتخش تبقاته ومش عارف إيه بيبقوا فاهمين قوي إن وجود وزن زي وزن استوانت البنزين حيمنح العربية النوع من أنواع الاستقرار والاتزان لأن العربية لما تكون تقيلة من ورها بتبقى متزنة جدا في ماشيها سحب البنزين يعني سحب العربية أو معدل التصارع النهاردة مع الأنظمة الجديدة في العربيات الحديثة طبعا هيبقى زي البنزين بالزبط والفرق يعني لا يزكر تقريبا يعني فرق كبير جدا هو يمكن برضه من عيوب النظام الغاز إن هي الاستوانات تقريبا بتشيل في حدود عشرة متر يعني من عشرة متر يعني بتشيل عشرة متر مكعب بتشيل سبعة متر مكعب يعني عفوا عشر أحداشر اتناشر خمستاشر حسب السعة ولكن يعني اعتبر أن أنت تقريبا لما بتفاول استوانت الغاز بتاعتك أن أنت معاك عشرة لتر بنزين أعتقد عشرة لتر بنزين للناس اللي بتتحرك داخل القاهرة وبتروحوا تيجي ممكن يعني مشوق جدا يعني يوم أو يومين يعني تقدر تفاول وانت مروح أو وانت رايح الصبح في الصفر طبعا أعتقد أنهما ممكن يمشوق مسافات أطول من كده ممكن يمشوق حوالي مية أو تمانين كيلو إذا أنت كنت مثلا ملتزم بسرعة التسعين ومش مشغل المكيف لو مشغل المكيف بزيد الاستهلاك عشرة في المية تقريبا نصايحي لحضراتكم لتوفير الوقود حاولوا دايما تحافظوا على ضبط الإطارات الموضوع ده بيفرق كتير أو في استهلاك البنزين لأن الإطارات لما بتكون الضغط فيها منخفض بتنزل على الأرض وبتفرش وبالتالي بتزود من ساحة الاحتكاك بين العجل وبين الأرض فبتستهلك بنزين أكتر تخلصوا من كل النفايات والكراكيب لأن كل واحد فينا معروف أن عربيته بتبقى شنط العربية دي عبارة عن مغزن البيت يعني اللي عنده مثلا عجلة ابنه بايزة بيحطها واللي مش عارف متضايقة من طاقم الكبات بتحطوا في عربيت جوزها يعني دايما الشنطة بتاعتنا دي مليانة كراكيب حاولوا تتخلصوا من الكراكيب دي أي وزن زائد كل 40 كيلو زيادة في العربية بيزودوا الاستهلاك بمعدل يعني لا يستهام به فحاولوا تتخلصوا من الأوزان الزايدة تخلصوا من عادة فتح الشبابيك على السرعات العالية أكتر من 80 في حالة العربية مثلا ماشية فوق 90 كيلو بسرعة منتظمة ما فيش توقف وحركة قفل الشبابيك وتشغيل تكييف العربية أوفر من أنك تفتح الشبابيك لأن فتح الشبابيك بيعمل فقاعة هوائية داخل العربية بيزود مقاومة العربية للهواء وبالتالي بتبقى أنت محتاج تدوس بنزين أكتر يعني عايزين نفكر مع بعض إزاي نحافظ على البيئة أيضا ونحط البيئة من ضمن حساباتنا بدعوكم جميعا للتجربة الشيقة بتاع التركيب بالغازل إن شاء الله يعني ناوي أعمل كده في عربيتي أنا بقول لكم على الهواء هو وأتمنى وفي زمينا كتير هنا في القناة عاملوا ومبسوطين وما فيش مشاكل وفيه سيانة وفيه أنظمة تقسيط مريحة جدا تقريبا 600 جنيه في الشهر لمدة سنة يعني ما أعتقدش إنه هو مبلغ كبير أو لمدة 12 شهر يعني حاجة كده مش مبلغ كبير أبدا يعني مش مبلغ كبير ومكافأة كمان لحضراتكم اللي حيدفع النظام كاش هياخد ب700 جنيه بنات غاز يفضل يعب فيهم ويهيص